فتحت المحكبة الإسبانية في ملجة الإسبانية دعوا قضائية ضد القطري عبدالله آل الثاني رئيس نادي ملجة وذلك بتهمة التزوير والاختلاس وسوء الإدارة ذلك بعد شكوى قدمها مساهمون في نادي الإسباني وكان ملجة قد هوط لدوري الدرجة الأولى الإسبانية مبكرا بعد تذيوله جدول ترتيب الليجة لينهي مشوار عشرة أعوام مع كبار المسابقة